هذه هي مسلخة روسو القديمة سيتم تحويلها في قضون ساعات إلى هذا المركب الجديد الذي شيدته وزارة التنمية الحيوانية مركب شبه عصري يتوفر على معظم المستلزمات التي يحتاجها الجزار في عمله اليومي من وياه وأدوات وكهرباء أولاها إن شاء الله ابتداء من الصبح الذي يبدأ إن شاء الله العمل هنا هذه المسلخة جديدة في ظروفة صحية ووقائية مقبولة وها من إن شاء الله تعالى نعود كل أسوء على كل أسوء عين ملينا رجعهم ونتأكدوا من سلامة المرحق ونتأكدوا أيضا أن الأمور تمشي في اتجاه ليالله وهذا كامل في إطارة القربة من الواطن وخدمة الساكنة تتكون المسلخة الجديدة من عدة مرافق تم بناؤها وفق المعايير الصحية المطلوبة لتواكب متطلبات الجزاريين كما تم تصميمها على شكل لعنبر كبير يستوعب أعدادا معتبرة من الحيوانات ويضمن الراحة للجزارين أثناء مزاولة عملهم اليومي حامدين وشاكلين وألاكو العوزين عندنا نختار الشيء تقريبا لو ساعة من ملأ منزلي في البركة ألاكو اللي عاد بالنسبة للبضوار يقدوا وديها الطيود وصع من الحيوان ياسر وفي شي شي منوي في شي إينار دازر كانت فيه فعلا كانت فيه نواقص في المشأة وعطى السيد وزير التنمية الحيوانية والسيد الوالي تعليماتهم أنها تعدل فسرع وعقد وعدلت في المدى المطلوبة وعدلت فترة أيام وصباح جاهز للعمل وتعد هذه المشأة واحدة من أبرز المشأات التي يعمل قطاع التنمية الحيوانية في ولاية الترارزة على تقريبها من الفاعلين في المجال سعيا إلى حماية منتوج الثروة الحيوانية ووقاية المواطنين من المشاكل الصحية المرتبطة باللحوم عبدالدو دلسدينة الموريتانية مدينة طروس